كان اللوى كمال منتظرهم في مكان عام مغلق تقريبا وما فيش غيرهم الخواجة نيكولاس كان ماشي وجنبه مينا ووراهم حسن وعامر حسن بص العرفة اللي كان قاعد مع اللوى كمال وهو بيبص لهم بشر وحقت انهم ضيعوا عليه مكاسب كان هيخذها من ورطها الأسيوتي اتعرفوا واقعدوا كلهم ومينا بدأ يشرح عرضهم للوى كمال وطريقة الدفع وكمان التعامل مع المحاسب المالي بتاعهم وطريقة استلام المراكب وتقطعها في المينا وتحملها للمصانع بتاعة الخواجة حسن وعامر كانوا قاعدين معهم وبيتدخلوا أحيانا اللوى كمال قال وانا موافق بس الدفع كاش على دفعتين اتنين مش أكتر فخلال الخمس شهور الجايين مينا قال بخبصه هو بيبص العرفة وهو كذلك يا كمال بيه وطبعا عمولة الوسيط والسمصار محجوزة بس ياريت بعد كده نختار الوسيط المالي اللي تتعامل معاه كمال بص العرفة اللي بالعريقه بارتباك الخواجة نيكولاس تكلم يبقى اتفقنا كده في التفاصيل المهمة وفي خلال الخمس شهور الجايين المحامي والمحاسب بتاع شركتنا هيكون على تواصل دايما بحضرتك علشان لو فيه أي حاجة حابب تعلق عليها يبقى على بركة الله حسن ابتسم وهو بيبص العامر ومينة خرجوا كلهم وكل واحد اتحرك في طريقه معاد عامر وحسن ومينة ألف مبروك عليك يا حسن مبروك علينا الله يبارك فيك يا مينة إن شاء الله مش آخر تعامل بيننا وخصوصا لأن الخواجة نيكولاس معجب جدا بيك إن شاء الله خير عرفة من وراهم قال مش هتخلص ولا إيه حسن بصله وقرب من عرفة أفندم نعم أفندم إيه التسجيلات والصور اللي عندك قبل كده قلت لك إن فيه 99 نسخة معايا بس دلوقتي اتحذف مفيش غير نسخة واحدة يعني إيه يعني صباحك تحت درس يا عرفة لحد مضمن حقي وإنت تفكك مني هيفضل معايا نسخة من كل حاجة تخصك بس ده ما كانش اتفاقنا خلاص يبقى فيه اتفاق جديد أضمن حقي وتاخد تسجيلاتك وعلى فكرة أنا حتى لو حزفت النسخة دي أقدر أوقعك في مصايب كتير قوي بس ياريت تخلي بالك على بنتك مش عندك بنت برضو يا شيخ يا شيخ انت مش خايف عليها تتأذي بقذارتك دي على عمو ما أخذ نصيبي وساعتها آخر نسخة تتحذب واللي بيني وبينك آخر وكده ماشي يا حسن بس أقسم بالله لو المرة دي لعبت كده أو كده هتندم طول عمرك وإنت كمان خاف على امراتك وبنتك أقصد البيت اللي لممها من الشارع وخاف على اللي في بطن المدام لأن زي ما انت عارف عني كل حاجة أنا كمان عارف عنك كتير قوي وإشارة واحدة مني هتخسرهم لأنك دخلت في لعبة انت مش قدها حسن ابتسم ببرود ظاهري يبقى انت اللي جانت على نفسك لو لمست شعر منهم عني اذنك يا عارف بيه ساب ورجع لعمر ومينة ما تدي له اللي هو عاوزه يا حسن انت مش قده دول ايديهم طيلة وفعلا ممكن يضروك حسن انت جاهل عمر خالص وبص المينة اللي زي عارفة ده ملهوش أمان وما عندوش عزيز سبها على الله مينة طبطب على كدفه باهتمام موفق يا حسن من اليوم اعتبرني اخوك اذا احتجت اي حاجة تكلمني وانا هكون معاك ان شاء الله مش يالله بينا يا عامر يالله بينا سلام يا مينة سلام يا شباب بعد مرور اربع شهور ندرة وحسن كانت حياتهم مستقرة بامان وبحر بقت جزء مهم من عائلتهم نوال حصل عندها مشاكل كتير مع جزءها واتطلقت دعاء وجليلة دايما كانوا مع ندرة اللي بقت في شهرها التاسع وحسن وعامر بيتابعوا الاجراءات مع مينة فمنتصف احدى الايام ندرة كانت بتجهز الغداء لحد ما حسن ييجي من الورشة وبحر كانت نايمة بعد ما رجعت من الحضانة كانت سرحانة وهي بتجهز الاكل لدرجة انها ما حستش بحسن وهو بيدخل الشقة اللي واخد عقلك يتهنى بيه ندرة بصتلي وابتسم محدش واخد عقلي غيرك يا باشا مصر والله انت نسياني خالص الفترة دي اخصى عليك انا نسيتك يا حسن لا يا روح قلبي حسن بقولك ايه هي رجلك عاملة ايه دلوقت لسه ورمى ما تقلقش علي ايه ناك كويسة حسن طف النار وهي بصتلي بغيس مسك ايديها وخرج من المطبخ قاعدها على الانتري وراح جاب كيس فيه ادوية وقاعد على الارض جنبها وحط رجلها الورمى على الرجلي دهان لها مرهم يا حسن ما تقعدش على الارض كده بتوجعك قوي ندرة بتسمت بسعادة ومدت كف ايديها على خده بحنان ما تقلقش علي يا حبيبي انا بخير الحمد لله وبعدين انا سألت الدكتورة قالتني ان الورم ده طبيعي بسبب الحمل مش اكتب فما تقلقش انتي متأكدة انك كويسة اه الحمد لله يلا قوم بقى خلينا نتغدى وريح شوية انت هترجع الورشة تاني اه هتغدى وهنزل طب ما تخليك معايا النهاردة وعمر يروح هو الورشة معلش يا ندرة الفترة الاخيرة انا حملت على عمر كتير قوي خلاص انا اصفى مش مهم اصفى علي ايه بس والله انا اللي ااسف بس انا عندي شغل كتير قوي وكمان الجمعية اللي عملها هقبضها الشهر الجاي علشان مصريف الولادة ولازم ادفع الاسط في المعاد انا خايفة يا حسن خايفة قوي من الولادة كل ما الوقتي عدي بتوتر اكتر وبحس اني خايفة حسن ما كانش عارفي وسيها ازاي وخصوصا اني عندها حق تخاف لان ده اول طفل ليهم طب بص يا ست البنات ايه رأيك كل مدماغك تاخدك وتفكري في الولادة كلميني على الموبايل وانا هعرف انسيك التوتر ده كله بقولك ايه ايه رأيك انا غير في ديكور البيت كمان انا شفت سرائر اطفال صغيرة حلوة قوي ايه رأيك نبقى ننزل سوى يعني ونتفرج وكمان انا عايزة غير دهان الصالح ايه رأيك نعمله بيج ونغير الستاير وحسن وانت بتحاول تلهيني وخلاص صح؟ حسن ابتسم وبصلها الصراحة اه بس على فكرة انا بتكلم جد بيقولوا ان التغيير بيرايح الاعصاب بس انت دفعت فلوس كتير قوي للنقاش اللي عمل الشقة لا وهو المرة دي هنعملو انا وانت يعني مثلا انا هجيب الدهان والالوان اللي احنا عايزينها ونعملها وممكن اجيب الرسومات اللي نختارها سوا ونعملها سهلة على فكرة مش صعبة ندرة سكت وهي بتفكر حلوة قوي الفكرة دي حلوة قوي بجد خلاص انا وانت نقعد ونفكر في الالوان اللي عاوزة تعمليها وانا هزبط الدنيا ماشي يا سيدي انا هدخل اجهز الغداء ومش هتأخر لا اقعد انت انا هدخل اجيب اي اكل انا مجهزة اكل على فكرة بس ناقص حاجات بسيطة ما تقلقيش انا هتعامل سابها ودخل المطبخ وهي حوطة بطنها اللي كبرت وهي بتتكلم مع طفلها في فيلا القسيوتي كان بيتكلم بعصبية وهو بيبص الفريد ورحاب يعني ايه صفقة زي دي تروح مننا بالسهولة دي بانا اللي اخدت صفقات اهم واصعب منها اخسر دي بس تصدقوا انا غلط ان اعتمدت عليكم والله يا امو كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما عرفة فجأة بعنى واتفق مع نيكولاس ووصلوا لللوى كمال والبيعة تمت ودلوقتي بيدفعوا الدفعة التانية والاخيرة واخلال شهر كل حاجة هتنتهي انتي بتفرحيني يا رحاب انا عايز افهم ايه ده وحصل ازاي وليه عرف يعمل كده انا اتصلت مع عرفة وعرفت منه ان فيه شخص بتزه بحاجات خاصة ومقدرش يرفض وإلا هيخسر كل حاجة علشان كده وافق وعمل الاتفاق ومين الشخص ده رحاب بصت لعمها واللي فريد بتوتر حسن محمود الصياط طه بصلها باستغراب وهز دراسه بلا مبالاة مين ده رجل اعمال لا يا بابا دواد ميكانيكي طه بصلهم بصدمة وسخرية يعني حتة ميكانيكي ادر علنتم مقدرتوش عليه يابتوها الجامعة الامريكية سواني كده انا سمعت الاسم ده فينة قبل كده سايبك الفترة اللي فاتت تلعب وتتسلى براحتك بس خلاص من هنا ورايح في نظام جديد هيمشي عليك وانا بقى هتصرف مع الاسمه حسن ده فريد بص الارحاب دي وسبهم وطلع قطه بعد مرور اسبوع حسن كان نايم في فترة الظهر وهيرجع الورشة تاني حد خبط على الباب بصوت عالي والجرس كان بيرن حسن فتح عينيه وقام بارهاق وهو شايف ندرة رايحة تفتح استنى انتي انا هفتح فتح الباب لكن استغرب وهو شايف ظابط وعساكر واقفين قدامه افندم يا باشا حسن محمود الصياد ايوة انا في حضرتك هتعرف في الاسم خدوا يا عسكري يا خدني فين يا باشا انا عملت ايه خدوا يا عسكري وانتم يلا فتشوا البيت حسن بصل ندرة بعدم فهم وهما فتشوا البيت مفيش حاجة يا فندم اخدوا حسن ونزلوا من البيت وسط زعر ندرة وتعبها وهي بتحاول تفهم فيه ايه واهل الحارة واقفين معاها واحدة جاريتهم اسمها ام جميلة قالت فيه ايه يا بنتي هما اخدين حسن على فين ندرة بكت بزعر وحطت ايديها على بطنها بواجع وبحر كانت واقفة جنبها بتعيط وهي ماسكة فيها مش عارفة مش عارفة انا عوزة حسن انا مش فهمة فيه ايه جاريتها حاولت تهديها بخوف لكن ندرة كانت بتعيط وهي مش قادرة توقف غير بحر اللي كانت هي كمان بتعيط في اسم البوليس العسكري دخل ومعاه حسن اللي ما كانش فاهم فيه ايه لكن واقف مستغرب وهو بيبص العامر اللي كان واقف في اخر الممر قدام مكتب الزابط وصلوا لحد عنده وحسن بصله بحدة فيه ايه عامر وليه جايبينك هنا انت كنت فين يا حسن انا اتصلت عليك كتير وتليفونك مقفول انا وانت في مصيبة مصيبة ايه فهمني حصل ايه لا ومادة بيضة في الورشة عندنا والزابط بيقول انها بضرة ودلوقت انا وانت بالنسبة لهم تجار صنف فدع ربنا ان احنا نعدي منها على خير صنف ايه وبدرة ايه انت اتحبلت يا عامر انت انا كبير لما تعصى بشرب سجارة وتقول لي بضرة ازاي وازاي الحاجة دي دخلت الورشة ومين حطها مش عارف يا حسن مش عارف انت لما مشيت انا قلت اكمل شغل وفجأة لقيت البوليس جايين وبيقولوا فيه امر بالتفتيش وفتشوا بيتي ولقوا الحاجة دي في الورشة وابضوا علي لا اكيد فيه حاجة غلط اكيد اصطر يا رب اصطر احنا لازم نعرف مين اللي حطها لنا وكمان مين اللي بلغ البوليس يا حسن شكل فيه حط حطنا في دماغه والمرة دي مش سهلة يا حسن حسن بص له ما تكلمش وقاعد على الارض وهو بيفكر وبيحاول يستوعب اللي هو قاله في بيت موسى ندرة كانت قاعدة جنب جليلة ومش فاهمة فيه ايه ولا المفروض تعمل ايه لا لا انا مش هفضل عادة كده مش هفضل عادة كده وانا مش عارفة حسن فين ولا فيه ايه انا لازم اسأل لازم ايه اهدي يا ندرة اهدي اهدي يا حبيبتي ده غلط عليك وعلف بطنك وبعدين تسألي فين والدواري فين هتروح يا قسام البوليس تلف عليه هقابوك هيعرف ويجي ويقول لنا في ايه وبعدين اهدي كده اتي مش شايفة امو حالتها عاملة ازاي ادي من ساعة ما عرفت وهتتجنن عليه فهمة دي بقى وهدي ندرة ما قدرتش تتكلم حطت ايديها بين وشها وجالي لبصت لها بحزن وحضنتها غم وهتنزح يا ندرة غم وهتنزح بحر خرجت من قوضة ندرة القديمة وراحت قعدت جنبها وهي بتملس على وشها وعيونها حمرة من العياط هو حسن هيتأخر يا ماما الناس اللي اخدوا شكلهم يخوف قوي انا خايفة عليه هو كوي الصح ندرة ثابت جليلة وحضنت بحر وغزب عنها عياطت بقوة وهي حاسة ان المرة دي صعبة قلبها المقبوط طول الفترة اللي فاتت دي كان بيقول لها ان اللي جاي مش سهل وهي كانت بتحاول تتجاهل لكن لحظها بحر كانت بتغيط لكن افتكرت كلام حسن لها لما كان دايما يوصيها انها تخلي بالها على ندرة وما تخليهاش تعيط لان قلبه بيوجعه لما يحس انها زعلانة بعادت عنها وما تتكف ايديها الصغير تمسح عيون ندرة وما تعيطيش يا ندرة حسن بيزعل هو قال يخلي بالي عليك وما خلكش تعيطي هو زمنه جاي ندرة مسحت دماغها وهزت راسها هو زمنه جاي اكيد مش هيتأخر عدت ساعة وراء التانية وراء التالتة وحسن وعمر في الاسم موسى وعبد الرحمن والد عامر كانوا موجودين وهم مش مصدقين اللي عامر حكاه وسكوت حسن وصدمته موسى جاب محامي الحسن علشان يفهم حيزيات الموضوع العسكري اخذ حسن ودخل لمكتب وكيل النيابة موسى